موسيقى إن تهيئة الطفل نفسياً نحو المدرسة تحتاج إلى تضافر الجهود بين كل من المنزل والمجتمع المحلي إلى حد بعيد فإذا كانت أسرة التلميذ تتقبل المدرسة وتقدر دورها كمؤسسة تعليمية فإن الفرص كبيرة في أن ينتقل هذا الموقف إلى التلميذ نفسه وإذا كان المجتمع يعطي اهتماماً لانتظام التلاميذ في التعليم المدرسي فإن هذا سينعكس على سلوك التلميذ كفرد تهدف التهيئة النفسية للطفل إلى إزالة القلق من نفسه وإدخال الأمن والهدوء إلى قلبه في المجتمع الجديد كما ترمي إلى مساعدته على التكيف مع الظروف الطارئة على حياته ومن خلال هذه التهيئة يستطيع المعلم ملاحظة التلميذ ليقف على وضعه الجسدي وصفاته النفسية وقدراته العقلية ويدرس ما يستطيع من نمو أعضائه التي يستخدمها في المجال اللغوي ويمكن أن تتحقق هذه التهيئة من خلال مجموعة من الأنشطة التي يمارسها التلاميذ بإشراف المعلم ومنها أن يعرفهم بأقسام المدرسة كما يدفعهم إلى الحديث عن طريق الحوار ويشجع الخجولين منهم على الكلام ويبدد قلقهم بسرد فكهات مهذبة سار ويقص عليهم حكايات طفولية مناسبة عندما يقع ابنك في خطأ كيف تصحفه؟ ينبغي أن يحدد له حجم هذا الخطأ كبداية وخطورته وأثار على الآخرين مع نصحه وتوجيهه بعدم تكرار هذا مستقبل كان ضاراً له أو للآخرين يتعامل مع الطفل كشخص كبير لنأخذه أول بأول نعطيه نعلمه بالخطأ الذي وقع فيه ثم نبدأ تدريجياً بحلول هذه الأخطاء إننا عندما نوفر لأطفالنا جواً آمناً متحرراً من الخوف والقلق سنشجعهم على المبادرة والعمل في جو تربوي يقبل الخطأ دون معاناة لمرارة الشعور بالفشل أو الخوف من السخرية عندها سنسمح للطفل بالتعبير عن ذاته في انطلاق وانتشاء إننا بذلك لا نقدم للطفل بيئة محببة إلى قلبه فحسب بل هي أيضاً تنمي فيه اتجاهات الثقة بالنفس والأصالة والتجريب تعلمت شلون أمسك القرم شلون ألبس الثوب وشلون ألبس الجزمة شلون أكتب شلون أقرأ شلون ألعب إنهم يكتسبون العديد من المعلومات وتنمو لديهم مهارات عقلية وحركية كثيرة وتتكون لديهم قيم ومواقف مختلفة وجانب كبير من كل تلك النتاجات التعليمية لا يكتسبه الأطفال من خلال التربية المنظمة التي يخضعون لها داخل بيوتهم وخارجها بل من خلال طرقهم الخاصة في التعلم فهم يلعبون فيتعلمون وهم يستكشفون فيكتشفون وهم ينظمون نتاجاتهم التعليمية بشكل أو بآخر دائما وهكذا تعد نشاطات اللعب والاستكشاف والاكتشاف والتنظيم طرقا طبيعية للتعلم العفوي لدى أطفالنا وهي طرق يحبونها ويستمتعون بممارستها فالطفل لديه دافع طبيعي للتعلم وهو دافع يطلق عليه العلماء والباحثون أسماء مختلفة فهو الميل لارتياد المجهول أو حب الجديد وهكذا فأمام المدرسة والمنزل فرصة ذهبية لتعزيز هذا الدافع الطبيعي وتوظيفه في الاستعداد للمدرسة بشكل اشتركوا في القناة